جمهور يا ماء قارح يقرح جمهور يا ماء قارح يقرح لاجنة الوطن ضاحة وبطالة التضحية تأجي من كفح والخري تشهد لها فعالة جمهور يا ماء قارح يقرح حب اليمن حب أسطوري والعز حلة ويترحالة كم يابها بيتي جمهوري توبنا التواريخ برمالة جمهور يا ماء قارح يقرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامجكم البيت الجمهوري صاحب حلقة هذا اليوم وصاحب البيت الجمهوري هو عنتر الزيفاني أهلا بك أخي عنتر يا مرحبا بك مشاهدي الكرام نتعرف أكثر عن الأخ عنتر الزيفاني أولا نشاهد هذا التقريب عنتر ناجي محمد الزيفاني أحد أبناء منطقة ذيفان التابع لمدرية ريدة بمحافظة عمران متزوج وأب لتسعة أولاد حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من دولة السودان الشقيق والبكالاريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة صنعاء بالإضافة إلى دبلومين في إدارة المؤسسات والتخطيط الاستراتيجي يمتلك الزيفاني العديد من الخبرات في المجال العسكري والنقابي والإداري والأكاديمي وشرك في عدد من الدورات والمؤتمرات الحقوقية والإدارية على مدى 23 عاما شغل الزيفاني عددا من الوظائف والأعمال تنوعت بين التربوية والإدارية والحقوقية كان آخرها رئيساً لمنظمة السلام للتنمية وحقوق الإنسان ونقيباً للمعلمين في محافظة عمران كما عمل في وزارة الإدارة المحلية كعضو للمجلس المحلي منذ انتخابات 2006 ميلادية فيما كان بداية مشواره في تربية الأجيال والاهتمام بالتعليم من خلال عضويته في هيئة التدريس بكلية التجارة بخمر وتربوي في مدرسة الإرشاد بذيفان في تسعينيات القرن الماضي في الرابع والعشرين من مايو آيار 2014 ميلادية قامت ثلاثة أطقم محملة بعشرات العناصر من ميليشيا الحوثي بقيادة المدعو أبو علي الحاكم بمداهمة منزل عنتر الذيفاني وأجبرت كل من فيه من أطفال ونساء على الخروج ولم يسمح لهم بأخذ أي شيء من أغراضهم تركوا كل ما يمتلكونه هناك ورحلوا مجبرين إلى المجهول باحثين عن مأوى الميليشيات بدورها استدعت غلها وأحقادها وضغائنها لتنتقم من هذا البيت الجمهوري فقامت بتفخخه وتلغيمه بالعبوات والمتفجرات حاول أبناء المنطقة أن يحولوا دون تفجيره إلا أن العقلية الإجرامية التي تحملها هذه الميليشيا لكل من ليس في صفها أصرت على المضي في طريق الإرهاب والتخويف وانتهاك الحرومات وحولت البيت بكل ما فيه من ذكريات وأخلام إلى أشلاء متطائرة ومأتم كبير ترجمة نانسي قنقر كما فجرت عددا من المنازل الأخرى في محافظة عمران أبرزها منزل الراحل الشيخ أبد الله بن حسين الأخمر منزل الذيفاني الوحيد مكون من طابقين وبدروم مبني من الطوب الأحمر يحتوي على ثمان غرف ومجلس كبير ويعود إلى والده الحاج ناجي الذي بنت دور الأول في العام ستة وثمانين والدور الثاني في عام الفين وثمانية ميلادية فتحولت هذه السنوات بكل تفاصيلها في طرفة عين إلى ركام ظهر من خلاله المشروع الأنصري الاجتثاثي لهذه الميليشيا والذي توارثته منذ قرون لم يكن للذيفاني وأطفاله وأسرته أي ذنب سوى نشاطه الحقوقي في منظمة السلام لحقوق الإنسان والتي كان يوثق من خلالها جرائم هذه الميليشيا وانتهاكاتها لحقوق الإنسان أثناء اجتياح المحافظة فخسر وطنه الصغير الذي كان يلم شمل العائلة ويحتويهم نتيجة لنشاطه المدني والحقوقي لكنه اتجه صوب مارب لاستعادة الوطن الكبير الذي يحتضن كل أبناء اليمن آمن عن تر الزيفاني بضرورة التصدي لهذه الجماعة الفاشية بالطريقة التي تفهمها فالتحق بطليعة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعمل ركن توجيه لللواء 141 مشاه وشارك في عدد من جبهات القتال ضد الميليشيات وفي الأول من ديسمبر 2017 أصيب عن تر في قرية الحول بجبهة نهم شرقي صنعه بشضايا مدفعية في البطن والظهر لكنه ما انتناثل للشفاء حتى عاد في مهمته الوطنية المقدسة كما أصيب أيضا ولده محمد عن تر إصابتين في جبهة نهم إحداهما برصاصة اخترقت رقبته والأخرى بساعده الأيمن في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية فيما سشهد خمسة من أقارب عن تر الزيفاني في مواجهة ميليشيا الحوث الإرهابية في منطقة نهم وذيفان كل هذه التضحيات الجسام من أجل استعادة الوطن الجمهوري الذي حاولت الإمامة الجديدة أن تحوله إلى كهف مظلم على الجميع ما شاء الله منعم منعم بك أخي عن تر كتب الله عجرك على هذه التضحيات كلها الله عز وجل أني أكتب الأجر وإن شاء الله قريب قريب يعني النظام الجمهوري يرجع واستعد الدولة إن شاء الله بإذن الله قريب سنستعد الجمهوريات الثانية ونتحر هذه المليشيات ونشتثها بإذن الله بإذن الله الشيء تفاصيل يوم التفجير يعني أن كنت أنت يوم ما فجره يوم أنداهم الحوثيون منضقتها ذيفان بخمسين ضق خمسين ضق مع اسكاري جاءت في يوم 22 مايو لذكرى الوحدة عام 2014 جاءوا من آل سالم ومن سفيان ومن مختلف بعض المديريات محافظة عمران وتجمعوا في ريده وانضلقوا بشكل مباغت إلى ذيفان أنا يومها كنت في مدينة عمران والناس كانوا لا يوجد أي شيء ولا يوجد قتل كانت موجودة قتل في منضقة عمران في الجميمة وبداية الجميمة كانت في اليوم الثاني من اشتعال الحرب في الجميمة جنوب مدينة عمران أنا كنت يومها في المنظمة منظمة السلام جاءوا لعندي أشخاص من منضقة ثلاء لديهم ثنت جثث من الشهداء وجثث لثلاث من الحوثيين فدواعي إنسانية ومن أجل أن المنظمة تقوم بدورها تواصلنا مع الصيب الأحمر لإخراج هذه الجثث في هذه الأثناء كان الحوثيون يداهمون المنزل حقه المنزل ويداهمون منضقة الضيفان ويداهمون منضقة الضيفان نعم كانت هناك مواجهة كان الناس حاولوا في المنضقة أن يمنعوهم من صعود الجبل الذي يضل على القريب وهو اسمه حصر كانت مقاومة ثلاثة أيام بأسلحة الناس الشخصية جاء الحوثيين بالمدرعات جاء الحوثيين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وجاءوا فيما يقرب من أكثر من ثلاثمائة عنصر والتعزيزات مستمرة من كل محافظات الجمهورية اللي يداهموا قرية بل لا فيها حاجة مغالية ليس فيها أي شيء اللهم إلا أنهم يدخلوا يعني يفجروا البيت ويصعدوا الجبل وفجروا أيضاً بيت الأخ أمين ناصر بن حسين من أخواننا من بني عدوان هنا حدثت خيانات للأزمة الشديد من بعض الأشخاص في المنضقة الآن ندموا على ما اكترفوه من ضمن بعضهم قدوا معنا في صف واحد يعني لا ولا جالسين جالسين يعني في الصف الذي كانوا به الأسف الشديد وسوف يعني تثبت لهم الأيام أنه كانوا من في الطريق الخضاء نتمنى ذلك إن شاء الله وإحنا ما نشي منه لكل أن توحد صف واحد ضد الحوثي ليس لأجل شيء لأنه معتدي اعتداء على الدولة واعتداء على ممتلكات الأشخاص نعم طيب أكمل لنا تواصلوا معي أنا حاولت أن أكترب من القرية اكتربنا بالمقاتلين خرجوا للاستضاع المقاتلين أن يخرجوا الذين واجهوا الحوثيين بأسلحتهم الشخصية استضاعوا أن يخرجوا إلى الجبال المحيطة بذيفان واستمروا في هذه الجبال ضيلت ثلاثة أشهر إلى ما بعد سقوط عمران وكنت حينها يعني منشغل بوضع الأسرة إخراجهم من القرية أرسلت بعض أنسابي من منطقة الجائف جائف عالس ريح تم أخذهم وأدخلهم إلى صنعاء طبعا لم يسمحوا لهم أن يخرجوا بشيء يعني من البيت من أثاث من ملابس كان آخر من يخرج هو الوالد حاولوا القبض عليه واستطاع أن يخرج من باب خلفي عادو بخير ما زال بخير الله يحفظ حفظه الله الأطفال والنساء خرجوا في الصباح الباكر بعد أن بلغتهم أن الحوثيين سوف يفجرون البيت لأنه كان بيني وبين الحوثيين يعني تحدي أنهم سوف يقوموا بتفجير المنزل من قبل أشهر لا يمكن أن تهديداتكم أن تثناء وإذا وصلتم إلى المنطقة فجروا ليس البيت أغلى من البيت الكبير وهو اليمن وليست ما يقدم الشهداء من أرواحهم أغلى من البيت الذي سوف يقدمه عن الزيفاني الله يكتبه لدينا استعداد أن نقدم البيت وأن نقدم الأرواح وما زلنا على هذا الاستعداد ولا يمكن أن عزائمنا سوف ولا ندف لحظة هكذا على موقفك يعلم الله أنهم أثناء ما بنشاهدهم بيفجروا أنها جاءتني راحة نفسية عجيبة والله ما قد عشت تلك اللحظة من الأنس ومن الراحة لأنها لله لله عز وجل ومن أجل هذا الوضن وليعلم الجميع أنا كنت خضيب في المنطقة أن الخطبة الأخيرة التي ألقاها عن الزيفاني هي أن يفجروا بيت اللي يعلموا أن هذه الجماعة التي طالما حذرت منها منذ بداية وجودهم في صعدة وكانت لي لقاءات موسعات للمشائخ للطلاب لكل الناس وهذا جزء من حقدهم على عن الزيفاني أني كنت أقيم لقاءات موسعات لأحدث الناس عن تاريخ هذه الجماعة يعني أنت متخصص عن تاريخهم لدي بحث تاريخي في تاريخ الأئمة وثاريخ هذه الحركة وألفت لذلك وألفت كتاب فيها تم نشره للجيش الوضني بعنوان خلاصة جوالات الصراع الإسلامي الفارسي وجناية أدعياء الحق الإلهي على اليمنيين عبر القرون هذا أعضينا الناس صورة من هم الحوثيين ومن هم الأئمة ومن هو عبد الله بن حمزة ومن هو المضهر بن شرفتين ومن هو الهادي الرسي ومن هو المتوكل إسماعيل ومن هو القاسم بن محمد ومن هو الإمام يحيو طيب لو أنا وأنت الآن بمناسبة البرنامج البيت الجمهوري وعن تفجير البيوت لو تشرح لنا أول مشاهدين عن فكرة تفجير البيوت هذا فيهم في هؤلاء الأئمة الحوثيين ليسوا أول من يفجر البيوت أجدادهم وآباءهم منذ أن وضعت أقدام يحيى بن حسين الرسي عام 284 هجرية اليمن منذ أن وضعت أقدامه إلى أن دخل صنعه ثمان سنوات ويخص حرب ويمارس معه اليمن السياسة الأرض المحروقة أرض كان يدخلها يقضع الأشجار يدمر البيوت والمنازل يقتل الشباب والمقاتلة ويصلبهم في جذوع الأشجار وفي جذوع النخ ويرفض أن يسلم جثثهم لذويهم هذا يحيب بن حسين الرسي ثم جاء من بعد عبد الله بن حمزة قتل مئة ألف من المضرفية مئة ألف؟ مئة ألف من المضرفية وهم زيدية بس كانوا لم يؤمنوا بمسألة الجارودية وأن الولايات تكون في البضنين وأنها حك إلهي في هذه السلالة كانوا رافضين لهذا المبدأ فقتل منهم مئة ألف وقتل من اليمين الكثير ودخل صنعاء وحاصرها وداهم صنعاء يوم أن كان الأيوبيين في خلاف مع بعضهم ونزلوا إلى تعز يعني يدخل صنعهم دامة ما يجبنا اليوم عام 612 هجرية 612 هجرية دخل صنعاء وقتحمها بجيشه وأسر وأسر وسبع من نساء صنعاء سبعمائة امرأة وذهب مع جيش ليتقاسموا هذه النساء في بيت نعم في ضيصان وهكذا فعل المظهر بشرف الدين في بيوت اليمنين وهكذا فعل المتوكل الإسماعي والمنصور أبو يحيا حميد الدين الإمام المنصوري محمد بن يحيع دمر البيوت وفجرها من صعدة إلى أن وصل صنعاء وكانوا يأتوا المشايخ والعلماء يقولون له يا مولانا لو تسمح لنا أن نخرج الأطفال والنساء من البيوت عندما نقوم بهدمها ونفجره ثم يقول مقولتها لهؤلاء المشايخ الصغير في الجنة والكبير في النار فجروا دمروا المنازل هناك كرة لا يوجد منها إلا الأساسات هذه دمرها عبد الله بن حمزة في محافظة عمران في محافظة صعدة في المحويد في ذمار في بيوت المدرفية هذه كانت كرة كاملة أنهاها عن بكرة أبيها وأصدر فتواه الذي تعرف تكفير بالإلزام تكفير كل من لا يؤمن بأن الإمام في البضنين البضنين يعني في أبناء الحسن والحسين من لا يؤمن بهذا المعتقد فهو كافر كفر تأويل نحن إلى اليوم ما زلنا في نظر الحوثيين وآباهم وأجدادهم أقل شيء يصنفونا بأننا كفار تأوي ويجعوا يقولون أننا التكفيري نحن وهم يقولون أنه لاحظت ماذا يكتب المراسل حقنا في المسيرة يعني من على أنقاض بيت المجرم التاعش التكفيري عن ترى الزيفاني يعني وحولونا إلى مجرمين وحولونا إلى دواعش وحولونا إلى تكفيرين وهذه كلها حسب عقدة الإسقاط الذي لدى الفكر الشيعي هو أنه يرميك في التاء الذي فيه عقدة الانتقام عقدة الحقد عقدة التكفير هم يكفروا المجتمع ويقولوا أننا نقاتل التكفيري مشاهدي الكرام الحديث مع الشيخ عنتر شيق وأيضا تفاصيل كثيرة لكن نعمل فاصل ونرجع لكم من جديد مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد أهلا وسهلا بك فرندم عنتر طيب اشرح لنا تفاصيل تفجيل البيت والله كما ذكرت لك بالنسبة لتفاصيل تفجير البيت بعد أن تمكنوا من السعود إلى الجبل جاءت عدة أطكم يقودهم أبو علي الحاكم وجماعة التفجير فكروا البيت كان في مواشي داخل البيت حاولت الوالد إخراجهن بالقوة يعني حتى المواشي ما أخلوك تخرجين كانوا يحاولوا أن يفجروا البيت بالمواشي بل كل يعني إلا أنها خرجتهم بالقوة يعني بقار غنام نعم أغنام فقط واستضاعت الوالد أنها يعني تقول لهم هذا الذي عملته سوف تندموا وأنا على يقين أن الله عز وجل سوف يجعل لكم مرجع من السماء هذا طبعا التفجير قبل العاصفة قبل العاصفة طبعا قبل العاصفة اللي يعرف الناس العدوان من هو العدوان الحقيقي من هو الاعتداء قبل العاصف أكثر من سنة طبعا نحن نحمل مسؤولية هذا التفجير الحركة التي قامت بتفجير بيوت اليمنيين في السابق الذي فجرت بيت الموشكي والذي فجرت بيت كلها البيوت الجمهورية زيد الموشكي ألقى كلمات له أنت حافظ لهذا هذا قال لله درك فارسا مغوارا هدم السوف ونازل الأحجار يعني حتى قال شكرا فقد يا من هدمت البيت فوق صغاره شكرا لكم فقد سيرتنا أحرارا الذي تحمل هذه المسؤولية ليسوا من أحد نحن نحمل المسؤولية هل بأشخاص معروفين؟ ملك الحوثي عبدال أبو علي الحاكم لا يوجد بيننا وبين أي ضرف آخر مشاكل في تفجير البيت هذه الجماعة التي فجرت بيوت اليمنين وهذه فجرت بيت عندرة الديفاني وهذه فجرت بيت بيوت الآخرين بتوجيهات من عبد الملك الحوثي من أبو علي الحاكم من هذه الحركة النفسة التي الأمامية السلالة في أشخاص غير أبو علي الحاكم عبد الملك الحوثي تتهمهم أنت وهم أشخاص في تفجير لا يهمني أنا الآخرين لا يهمني هذه التي في ثقافة تفجير البيوت نحن نتقاتل كيمنيين نقتل بشرف أما أن أتي لتفجير منزلك أو تأتي لتفجير منزلي هذا هو العار وهذا هو الدليل على أن لا يوجد عندك أي أخلاقية الحروب ولا يوجد عندك أي نخوة ولا أشهامة ولا قبيلة ولا أدي والله هذا البيت وغير بيوتل النساء وبيوتل الأطفال يعني إيش تفجره؟ كهذا تلم في الرجال عد بعضهم يفجر لك مثلا في المؤسسات وفي دول القرآن استفد منها أقل لشي قد احتلتها يعني لو أعد عندك ادخل فيها فعلها مكهاتف اشتخل عيش الحقدة هذا لو ما تفجرها على العموم إن شاء الله سوف نستعيد اليمن بإذن الله وهذا هو الذي يهمنا بيتنا الجمهوري الكبير وهي الجمهورية اليمنية والذي ضحوا عليها الأبطال والشهداء في كل مكان بإذن الله سبحان ونعم بك يا فدم عن ترأس الله ليكتب أجرك ويزيد رجال من أمثالك أنت أصبت ولا زالت الإصابة بتأثر أنت فيها؟ يعني من زال أنت متأثر إن شاء الله سوف نشفى ونترحم على الشهداء وأن نعرفي الله جرحى وندعو الله أن نستعيد اليمن بكل حدوده وبكل يعني إمكانيات ومؤسسات بإذن الله ما بخيب الله الجهد هذا لبدلت منكم ومن كل أحرار اليمن والدماء التي سالت الزكية في كل الجبهات الله سبحانه وتعالى هو عدل بين صفهم لا يجب أن تعلم هذه الحركة أننا لن الشعب اليوم لن يسامحها كما سامحوها من قبل والنعمة الآن بالذاته قد حصل قد نحن صف جمهوري واحد مع أخواننا مثلا من المؤتمر الشعبي فإن شاء الله الجبهة واحدة لأن نحررنا البلاد كلها طيب المنظمة هل يكن تعمل فيها؟ هل وثقت قبل ما يفجروا بيتك يعني تفجير بيوتك من قبل لقد قمنا بتوفيق وكنت اشترك مع بعض المنظمات الوضنية وفاك ومنظمة رقيب وثقنا في صعضة بيت الأخ محمد عبد الرحمن الحبيشي من إب يسكن في صعضة هذا البيت فجروه ولم يسمحوا للأبناء والنساء أن يخرجوا من بيته يوم عشرين يعني مش فس الأثاث والداء الأوادم الأوادم نفسهم 13 أسره 13 نسمة الذي يقتلوا تحت الأنقاط ولم يسمحوا للناس أن ينقضوهم استمروا فوق الأنقاط 6 ساعات حتى يتأكدوا أنهم قد ماتوا جميعا لم يبقى منهم إلا ثلاثة فقط والبقية ماتوا عاد محمد عبد الرحمن الحبيشي هل تتعرف حد منه نجيز نعمل بعهم لقاء هنا؟ صاحب البيت كان خارج يعني ما زال يعني موجود أيضا بيوت أصحابنا في دنان هدعشر بيت تم تفجيرها في دنان حينما دخل الحوثيون دنان بيت الشيخ علي صالح الأشول في عمران بيت الشيخ صالح الحاذك في عمران بيت الأخ أمين ناصر في ذيفان وهناك أكثر من خمسة دور قرآن تم تفجيرها دور قرآن تبع النساء ودور قرآن تبع البنين تم تفجيرها وما أكثر البيوت الذي تم تفجيرها في بعضهم يقولوا ليش بدكاتلوهم مسلم يكتل مسلم يمني يكتل يمني أنا جدي يسيروه الناس بعد ما يفجر بيتك أنا عندما توجهت إلى الجبهة لتبين للناس ما هو سبب مقاومة لهم هل هذا أحد الأسباب عندما يفجروا البيت؟ طبعا لا شك أن انقلابهم على الشرعية انقلابهم على المؤسسات التستورية نهبهم للدولة أكبر من تفجير بيتك أكبر من قضية تفجير البيت صحيح أن تذهب الدولة وينقلب على شرعية هذا من حق كل المواطن أن يهبوا الاتفاق والاقتال هذا الباغي اقتال الباغي يعني نص صريح في القرآن الكريم هذا إذا سمحنا الأنفسنا أن نصفهم أنهم ضائفتان من المؤمنين مع أن الحوثي لا يصنف في ضائفة المؤمنين بل في ضائفة البغاه الذي يجب على كل حر يدافع عن كرامته عن حرية عن دينه عن وضنه أن يهب الاتفاق والاتفاق عن تضحية اليمنين عبر القرون فقاتل التي تبغي؟ حتى تأتي فيه إلى أمر الله يعني هذا مثلا تفجير البيوت هذا من الباغي وبعد باقي وكم يا باغي وأكبر باغي على ما قلت أنهم اقتحموا الدولة يعني اغتصبوا اغتصاب اغتصابوا اغتصاب نحن انضلقنا بعد ذلك إلى محافظة مأرب في بداية 2015 مع المقاومة وقاتلنا القوثين يعني بعد ما فجروا البيت أنت جلست ملاحق أنا بالنسبة لي جلست ملاحق أيوة ما جيت شمأرب على الله انتقلت إلى صنعة وكنت أنتقل إلى تعز كنت أنتقل إلى أب كنت أنتقل إلى حافظات أخرى جلست في أماكن كنت أخذ بحذر شديد أيضا انضلقنا بعد ذلك إلى مأرب أسسنا اللواء ميو واحد واربعين الذي يمثل نواة الجيش الوضني في منطقة الصيعر هناك في الوديعة وعاد اللواء بعد ذلك وشاركنا في العمليات القتالية كنت أول من ضلع الفرضة كنا فعلا من أول من ضلوع الفرضة من أول مدلوع الفرضة ألواء ميو واحد واربعين جنبا إلى جمع كثائب المقاومة إلى الواء ثلاثمائة واربع عشر جنبا إلى جمع كنا يعني ضلعنا الفرضة وضلعنا أنه مقاتلنا في كل الأماكن وحتى قطر الله عينا بالإصابة بالإصابة ونحن الآن ثماثا للشفاء الله يتسلم وعاد عاد بطنك الآن تأثر بالإصابة وانت مساثر ما زلت أنا المساثر إلا العلاج لإجراء عملي في القناة شافاك الله وعافاك يا هدنم بقى معنا من الوقت الدقيقة نريد أن توجه فيها رسائل لمن تحب أنا رسالتي لأبناء الشعب اليمني أن يتحدوا لكل القوى السياسية أن تتحدوا أن تكون صف واحد لمواجهة هذا المخطط الإيراني الفارسي الذي يريد أن يجعل من اليمن قاعدة انضلاق له للجزيرة العربية إن شاء الله ستجد من يسمعك قد توحد واليمنين جميعا بإذن الله وقريب قريب يجمعنا الله بكم وقد تحررت صنعاه وكل مدن اليمن إحنا قد وصلنا إلى أختام الحلقة بقى معنا الدرع أين الدرع؟ طبعا هذا الدرع هو كأقل واجب أخي عنتر أنتم تستاهلوا الروح وما عينصفكم إلا الله بين يمين درعا البيت الجمهوري يسلمن لك أخي عنتر تضل مقدم من قناة سهيل جمهوريا ما قرح يقرح جمهوريا ما قرح يقرح لاجنة الوطن ضاحة وبطالة تضحياتها جي من كفح والغر يشهد لها فعالة جمهوريا ما قرح يقرح جمهوريا ما قرح يقرح حب اليمن حب أسطوري والعز حله ويتر حاله كم يابها بيتي جمهوري تبنا التواريخ برماله جمهوريا ما قرح يقرح جمهوريا ما قرح يقرح